أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم أسرار حياة زي ما عودكم برنامج أسرار حياة على كل جديد وكل مفيد طبعا إحنا معانا نهاردة بشموندس أحمد بشموندس أحمد ما بيكلمش عن شركته على قد ما بيكلم على قصة كفاحه بشموندس أحمد من النموذج المشرف اللي بجد يعني التعامل معاه يشرف هنتعرف عليه أكتر ونتعرف على تعب ومجهوده وإزاي وصل اللي هو وصله وصله واحدة واحدة وخطوة خطوة بس خليني الأول أرحب بيه أنا وسلم بيكي بشموندس أنا وسلم بحضرتك وأعلم بسهداء مشاهدين طبعا حضرتك قصة كفاح وقلتلي كتير جدا تعبت لحد ما وصلت اللي أنت وصلت له فعاوزين في البداية كده تعرف نفسك وتعرف شركتك والحمد لله طبعا ده بفضل ربنا علينا أنا أحمد دياب صاحب شركة جيلس وشركة بيونيتر للتسويق الإلكتروني والله إحنا بدأنا مرحلة طويلة إحنا نحكيها والقود دليل فأنا عوزت تحكيلي عنها في السريح كده لإلي أنت بما حكيت لعنها بجد حاجة تشرب بصد عدتك إحنا بدأنا من 12 سنة كمام كانت كانش فيه شركة طبعا كانش فيه رأس مال كانش فيه كيان على الولاين على التجارة الإلكترونية ما كانش فيه لسه ناس تعرف عن التجارة الإلكترونية كنا كانت تربيز الشربوات يعني كان رأس مالع كله تقريبا 200 جنيه بس طبعا إيه بفضل ربنا الموضوع فضل يتطور سنة عن سنة حلو ولما بدأت الشركات التسويق الإلكتروني زي جوميا وأمازون ونون اترحوا في مصر كنا طبعا من أول الناس نجري عليها حلو حضرك بتقول لي رأس مالك كان 200 جنيه ليقولك أنا عاوز رأس مالك كبير عشان نبدأ مشروع لا 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 ده كان 200 جنيه طبعا ما كنوش موجودين كمان يعني اه اه يعني احنا بدين من تحت السفر شوية تمام يعني السفر بالنسبة لنك الرقم لأ حضرك يعني انت بتحكي ده عن قصة كفاحك بجد حاجة تشرف ونموذج للشباب اللي يقولك ما فيش شغل الشغل اللي يقولك لا ده نعاوز رأس مالك كبير واحنا عندنا برضو حتة الخوف ان احنا ندفع فلوس في حاجة مش ضامنين مكسب او خسارة فالحتة دي برضو بتكون فيها قلق شوية دلوقتي الشغل بقى موجود ومنتشر في كل حتة يعني دلوقتي التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني الإيه كوميرس والإيه ماركيتنج وحاجات كتير يعني ممكن اي شاب يخش يشتغل فيه يعمل غير رأس مال تمام مجرد بس يفرج على قناة على اليوتيوب بتدي كورسات هو يفهم كل حاجة ويبدأ يشوف تمام ايه يسعى على نفسه يشتغل من معناها صح الموضوع ببقاش للوقت زي زمان ببقى محتاج رأس مال انت ممكن تخش على اي شركة كبيرة تسوقلها تنزل بوستات بتاخد مرتب شهري يعني الموضوع ما بقاش صعب زي زمان تمام بس هو رأس يشتغل على نفسه حلوة اوه خلينا برضو نتكلم عن شركة حضرتك بضل كلمنا بقى لأكتر عن الشركة وازاي بتديت ازاي بتقدر تتعامل مع العميل بس حضرتك احنا هي ابتدنا في في الشراب عمتها في الشرابات كولونات ابتدنا نعمل الاول يعني الاول طبع ما فيش حد بيخش تصنيعه عطول ابتدنا نعمل اعادة تدوير نجيب الكولونت سادة نبدأ من شكله نعمل اشكال اوروبية اكتر تمام ونعرضها للزباين لان الموضوع علي طلب ابتدنا ناس بتحبت شغل الكريستال وعندنا الاطفال لما بتكون عليها يعني الحاجة عليها رسمة وعليها ناقش هكتوبة حلوة جدا عليها اوه تمام تمام اشتغلنا برضو على التباعة على الكولون وعلى البنطلون كناش لسه بنصنع بس كنا ناخد الشغل نعمل عليها عدد تدوير ونعرضه احنا بشكل تاني يعني بتشتريه وبتعمل عليه اعادة او بتعمل عليه الاضافة ايه تمام تمام دلوقتي حضرتك بتشتغل تأسيس وبتشتغل كل شيء اوه دلوقتي احنا نصنع الحاجة من السفر حلوة اوه بنجيب الخاملات وندخلها قص في مكان بعد كده بقى بنشوف يعني كل يوم انت نعمل موديل جديد تمام فعشان كده ايه الزبون بحب الجديد مش عاوز على طول حاجة تقليدي موجود هو دي اهم حاجة بالتسويق انك تبقى دايما عرضه جديد مايبقاش هو هو الشغل الاهم من الشغل هو التسويق طبعا لا ده التسويق ده عايز اقولك تسعين في المئة او سبعين في المئة من الشغل هو التسويق لا واحنا بالذات يعني كل حاجة دلوقتي بيت اونلاين اه ده اقولك اه اه في اكتر من سبعين في المئة من ستات مصر ان شغلها الالكتروني اونلاين فعلا ونكحين في مجرم ام يعني بيتطلب مني ناس جملة بيتلو ياخدوا مني شغل جملة وبيشغلين في اونلاين وشغلين حلو اه شغلين حلو ما شاء الله يعني حضراتك بتشتغل برضو جملة وقطاعي اه منصنع الحتة انا يعني مش انا احنا كشعب مصري بنحب بنشوف الحاجة قبل بنشتريها اه انا شفت الحاجة على النت تمام حلو جدا طب انا عاوزة بسكة عاوزة اشوف الخامة عاوزة اتاكد هي خامتها كويسة مفهاش عيب كل ده تمام احنا بدعنا دجارة الالكترونية من قبل ما الناس تفهم يعني ايه دجارة الالكترونية تمام ففهمين الزبون اللي هو اللي يوصل للحطة اونلاين احنا فهمين نوعه يتعمل معنا ازاي اه يعني دلوقتي عاملين ايه بنخلي الزبون يفتح الحطة يعني بتوصله لحد البيت يفتح ويشوفها ويقاسها ما عجبتوش ما يستلماش بقاس كمال وما يفعل شحب طب حلو دي برضو خطة من خطة التصوير فعلا انك تجيلك الحطة عندك حد عندك وتشوفيها وتعينيها انت هتطلبي انا لو قاعد في البيتي مش مجرد اردر هيجي يترمي من على الباب وهيمشي لحد انا بعينه كمان بتعققه وبتقيس زبون بقيس ويسقى يسقى ايس 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 اطفاله ويشوفها حلو عليه ولا اقا حلو عجبته تمام القرضة بيحاسب عليه ما عجبتوش ما بيدفعش اي حاجة ولا شحن ولا اي حاجة طب ممتاز جدا خلينا اتكلم عن الخامة مش كلنا بنعرف الخامات لا مش كلنا مش كلنا طبعا اه فحضرتك ازاي بتقدر تختار اللي عميل الخامة او بتشتغل بالخامة لأعلى جودة بص يقول لها الحاجة اللي عايز يميز نفسه بيختار خامة مختلفة عن السوق تمام وافضل جودة تمام واحسن سعر طبعا واتدن بيكتمعوش مع بعض عمس اه اهم حاجة الاسعار وانت بتقول احسن جودة وازاي احسن جودة واسعار ايه احنا ابتدنا تصنيع في الحتة عشان نعرضها بقى احسن جودة وعلي سعر يعني نطلع اشكال جديدة يوميا فالزبون بيتلغبط 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 الموديلات والاشكال يعني بس ادع الكلون هتلاقي الفين موديل كلون كمام الفين موديل بمجرد يعني احنا معنا برضو السور هتترد على الشاشة ونعقب عليها لانه شغلك ما شاء الله ممتاز وهتلاقيه مميز على السور وهتلاقيه مميز على السور اه تب شغل حالك اطفال فقط؟ لا اشغلين اطفالي وحريمي كله اه كل المقاسات متاحة اه الجنس الحريم والاطفال بس عشان كده احنا برضو حتى لما بديجي نسوق بنسوق ايه ممكن نعرض فيديات الاطفال تمام ده برضو نعمل التسويق التسويق الشخصي حلو جدا احنا معنا السور على الشاشة اه ده عليه تطريز حلو جدا مش روضا اه كلمنا عن المنتج برضو الخامات اه الكلونات عمتا بتبقى اللقرة اه اه الخامات ده اه يبقى مكن بيطلع الكلون حتة واحدة شنس الشكل كده تمام حلو بعد كده بيخش تصنيع بيخش تطريز طب حلو حارك بتقولي ان هو مطط اه بحيس ان اللي جسمه تخير لا لا بيموت تروق ارضو مقاسات يعني في شغل الشغل ده غلبيته احنا بنجيبه جاهز الساعات تمام وفي شغل احنا بنعمله من الاف الياء حلو جدا بس حلو ان هو مطط اي حد يلبسه اي الاعمار تلبسه با وحلو الافراح والمناسبات اه تخليت سنة ما هو موجود برضو خاسة موجود برضو ايه وفيه مدل لك كمال الجنباز حلو ده اه ده الجنباز البطولات تمام حارك بتقولي التوصيل بيتم من حد باب البيت اه تمام انا دلوقات اتفقت مع حضرتك واخترت الوردر واعاوز حضرتك توصله لبي يوصل في خلال قديم. من ثلاثة لاربعة ايام. سواء في القاهرة او خارج القاهرة. من ثلاثة لاربعة ايام. لو في ضغط شغل من ثلاثة لاربعة ايام. لو ساعات بقاش في ضغط اوي يعني بنوقف في حماية التسويق. او عطول في ضغط الحمد لله. لان احنا عارفين ازاي نسوي. تمام. فعارفين امتى نشتغل وامتى ما نشتغل الشيء. تمام. يعني انت برضو بتقدر ان انت توفر وقت عشان تغطي شغلك. او ما تخليش حد انتظر كتير. لا دا اقول لي احنا ساعات بنشتغل 22 ساعة في يوم. طب حلو. يعني ساعات بعملنا مش قد. طيب. عشان نعمل نطلع للمنتج في وقت يعني. ممتاز جدا. ساعات عامل يطلب حاجات مش موجودة. تغلب على ان انت تدخلها. تغلب على ان انت تدخلها. وفرهاله. ساعات مش موجودة خامات كمان. عامل طلب النهاردة. بديت بعث نجيب خامات وندخل تصنيع. عشان نسلمه. نسلم شكل الشحن تاني يوم او تاتي يوم بالكتير. طبعا. حلوة قوي اه. لا وانا شافها الالوان جميلة جدا. بنت دي. اه اه. بنت حضرتها? اه. مش هالله امورة. ممتاز. وكل الالوان متاحة وكل المأسات زي ما قلنا. اه اه اه. يعني انا بنمسك منتج بنعمله بنطلع كل الالوان. اه يعني احنا لو ببتلك مسلا حاجة على النت شفتها وعجبتني جدا. ببتلك انا عاوز الستايل ده. بتنفزه. بنفزه لطلبات الجملة. اه. مش للقطاع. لكن افقاش عامل بطرون مسلا اه فستان ولا حاجة للقطعة. تمام. موضوع صعب ومكلف. اكيد طب. عندنا عندنا خلي بالك منتجات غالية جدا. تمام. معمولة بأحجار كريمة. عندنا عندنا كلون وصل تامدل 22000 جنيه. احجار كريمة? لا بس. احجار كريمة. لا ده الدحارف بتدفع ولا فارق معك اي حاجة. لا بانه كل زبون كل فئة. اه. اللي هي شغلها. اكيد. اه اه. في ناس بتحب تلبس حاجة محدش لبسها بك. اه اه. بنوفرها. تقولك اه بتقولك انا عاوز حاجة محدش لبسها ولا حد هنبسها بعد كده. اه لا بي موجودين. والحاجة والشغل ده موجود على الامازون. يعني ان شغل ده هتلاقي كلنات حاجات باركاة. اه موجود طبعا. ده طبعا لينك اللي حابل يتواصل. شغل انا شغل عليه جدا بياخد وقته مجهود طبعا. اه اه بياخد وقته مجهود طبعا. طب تشغل كم يوم في كم ساعة في اليوم. اه لا. تقدر ازاي توفق نفسك كده. بصي الدنيا عندنا بتبقى ايه منظمة شوية. انها ايه مسك الفشل. اه. مسك التسويق. حضرك اه بتقولي شركة التسويق. فانا ازاي اوفق يعني اوفق ما بين دي وما بين دي. ما هو الفشل ده ده كمهنة. اه. التسويق اه بتداري تقولي علي ايه. شغل شخصي. تمام. يعني بس انا بتدفى التسويق عشان هنجح جلس. حلو. اللي هي كبران. تمام. بس لما بتدفى فعلا في في كشركة التسويق لما بتدفى اه اسس فيها. تمام. اه حبيت التسويق اكتر. انت خيالي انت بسلا فيديك ان انت ايه تبقى اي حاجة في اي وقت. اه. اه. اتعرفة توصلي للزبون اللي عايز اي حاجة. تمام. بقى دي دي الوحدة طبعا نعمة من عند ربنا. اه طبعا. اه. انا بستهدف الزبون بتاعي بمعنى اصح. فانا كده ببيع اكتر وبسوق اكتر. ايه بتسوق ايه بقى لشغلك لشغل تاني. فانك توصلي لكل عميل عايز اي حاجة. دي اه مرحلة طويلة او عدت فيها سنينة عم ما وصلها. تمام. حلو او. يعني بدأت فيها طبعا لما درستش تسويق. اكي. اه. فابتدت اتفرج على الكورسات. مارش حالك قلت مدرسة تسويق. ايه? مخدش تسويق. لا مدرستش تسويق. اه اه. اه. انا التسويق ده مع التسويق ده جيه امتى. انا لما كانت دراستش اغالها كانش فيه حاجة اسمها تسويق. اتعلم. ايه. التسويق ده ابتدى امتى ابتدى مسلا من عشرة سنين او ثمان سنين. تمام. ما كانش اه كننا خلصنا دراسة ماشيش دراسة. بس ايه اه الدنيا بتتغير. يعني الوقت تدخلين يعني قضينا عالتسويق قالت يعني فهمنا كل اركان التسويق. دي هيبا عند ربنا. دي دي مجال بقى اللي جاي. اكي. هماني? دي جلس بقى جزء من مجال التسويق. لك انا لما سوق لأي حد وفي اي اه مجال. دي اه اللي المستقبل اللي جاي. تمام. هقطع حضرتك ونرجع تالي لموضوع التسويق بس وناخد مداخد الفنوية. اهلو. 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 انا نسألن بك يا باشموندس ازاي حضرتك. الحمد الله يا شمال. طبعا عارزين ان حضرتك تعرفنا ما اتعملت ازاي مع الباشموندس احمد. اه اه رسول احمد ظنه هو من الشخصيات المفترمة. تمام. اه اول حد كان دعم من اه 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 اول حد عمل تسويق هو. حلو اه اه. حضرتك اتعملت معك تسويق ولا كاشراء منتج من عنده. لا انا كنت بها هو كان بياخد من يعني دينا منتجات اصلا نسوعها. اه اه. وهو عمد صورة افصلة اللي هي علاقة بني يعني. تمام. طبعا هو سامح حضرتك. اه. فلو حايف تقول له حاجة. لا هو هتصدروش بدعم من اكتر النازل يتدعمني في حياتي. بجد. لا هو بجاسم الشخصيات المفترمة يا ربنا يا ربنا وفاها. هو حد شاطر جدا في شغله حد يعني يطور من نفسه كتير جدا. تمام. اه يعني مثلا تعريبا هو اول حد كان عمل شغل ان هو اكترع شغل. يعني هو هو احمد اعلم باخترع شغل. حلو اه لا هو مشو الله يعني تجديد ومشو الله للشغل بتاعه بيتكلم عن نفسه. لا وبيجيب حاجات مثلا ما تتوقعيش هو ادي اخذ الحاجة اه احنا بدينا حاجة عادية. من الشغل عندنا هو بيخليها حاجة ثانية. تمام. كوالتي بالفينش بتاعها. الافكار بتاعكم. يعني هو وصفها بس الافكار اللي هو بيحصها في الشغل. اكيد طبعا اكيد. طبعا حالك منشكرك على المدخلة الجميلة دي وشوانت. شكرا لحالك. شكرا. شكرا. طبعا هو تكلم عن التسمي في حاجات كتير يعني احنا نشتغل مع حضرتك وبقلبي جامد. لا متخافيش. اه. انا بسوا بك ورضو يعني زي ما سهلنا للتجارة الالكترونية. يعني توصلك الحتة وتشوفيها. الناس ما تخافش. زي ما خلينا التسويق ورضو الناس ما تخافش منه. ليه? احنا عملنا التسويق. اه لو انت خايف ان انت تدفعي فلوس في التسويق. اه. فبتحاسبين بالعمولة. في ناس بتخاف مجزئية. اه. لا احنا مش نخاف. احنا عارفين ان احنا هننكح و هنوصل للعمل الصح في الوقت الصح. كمان. فعملين لك ان هننسوا لك بالعمولة. حلو. اعمل. مش كل الشركات بتتعامل كده. لا مش كل. في ناس فهمة يعني تسويق. لا لا لا. في ناس فهمة يعني تسويق ويعني اعلان ناجح ويعني تجارة الالكترونية ويعني اي ماركيتنج. في ناس فهمة اه وبيانات العملة وفي ناس فهمة. هي تعمل الاعلان ويقول لك بمرتب شهر. تمام. هم نتفق معهم على المرتب اللي يمسك لهم بيوم الدعاية بتعيتهم. وخلاص. حلو جدا. خلي برضو نتكلم عن جانب الخامات. تمام. الخامات حضرتك بتجيبها من برا ولا من مصر. لها من مصر. من مصر. وما فيه هنا كثير خامات مستوضة. الاسترات فتح الخامات. مش فتح الوقت. احنا هنشجع حتى. احسن حاجة عملتها الدولة صراحة ان هي قفلت التصنيع. قفلت نتجيب حاجة متصنعها جاسة. حلو. فده ساعد ان احنا نصنع اكتر ونشتغل اكتر. ونعمل حتى زي المستوضة. واحنا عندنا ما شو الله ناس يعني يدي عملة كثير جدا. احنا عندنا اه. وناس عندهم خبرة كبيرة جدا. فهمت خيالي. اه. انا عندنا صناعية تلف ايداه دهب. ايداه دهب. ان شاء الله. محتاجين بس الاكتشفه. اما موجودين والله بس هو. اقول لك هذه حاجة. الفكرة. انا زي ما وقتنا عن الفلوس ريز. والاطفال ريز. اه. الفكرة ريز ريز. اكيد. يعني ساعة كورونا. يعني مرينا بازمة كده ساعة كورونا. طبعا الدنيا كلها مرات بيها. اكيدا. ما كانش فيه شغل. وانا كانت. اه. اه. كانت بلد كلها وقفة. وانا قبل الوقفان ده. اقول الوقافي الحال ده. كان عندي. كان عندي تفل صغيرة اسمه عمر. عن طاية سنين. كان. كان لسه مولود ودخل حضانة. وانا كنت واخد بقى عمل. حملة تسويقية. اه. للبلاك فرايدي. اه. اللي هو قبل كورونا. تمام. فطبعا فلوس الحملة كلها راحت على الحضانة. وراحت على الكلام ده. اه. 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 وبعد كده اخلنا بقى على كوفة. اه. 19. اه. كوفة. 9. بعد كده. طبعا الشغل واقف. مبقاش في ايه. حل. اه. ان انت بقى ولا في شغل ولا في فلوس. اه. والله انت بقى. اه. قدامك. اه. قدامك اي بقى ايه. الا اما تكفزي كفزي الثقة. اه. على رأي اسمه ستيف فاردي. اه. في كتاب اكفز. اه. فقررنا بقى نكفزها. يعني خلنا عملنا المسك اللي هو الكمامة. المكاومة اللي اتربة. وكنا اول ناس نعملها. الكمامة القماش. اه. اه. حلو. كنا اول ناس نعملها. ما دي اللي خلتنا نبدأ تصنيع. تمام. دي كانت كفزي الثقة بالنسبة لنا يعني. حلو. اه. فدخلنا نعمل الكمامة المسك اللي هو ايه المكاومة الاتربة. تمام. مش عايز اقولك كانت فترة برضو يعني كانت اخر فلوس معنا. نعمل انتجنا بها كمامات. اه. 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 وصراحة كان عندي خل اسمه حاجة حسن الزيت. الله ارحمه. الله ارحمه. اه. كان عندي ورق مصنع احزاية. تمام. فغير اتجاه المصنع كله. يعني خلاه من احزاية لكمامات. لمسكات مكاومة الادريباء. اه. اه. هو باسك باسك سكة. فها سكة عامية الله بك. الله يرحمه. الله يرحمه. فدخلنا المسكات انتاج. وخدنا المسكات بعد كده عشان نسوأ لها. ما اشتغلنا ايش. لن اول حاجة مشتغلتش. لا لا مشتغلتش. عادنا اللف. عنا اقول لك عادت اللفة حوالي تات يامة واربعة يامة من حد يشتري منها. باو عاد تلفى بيها على التجار عاد تلفى على التجار ان حد يشتري ابدا بعد كده قابلت واحد حبيبي يعني صاحبي فتح في الموسك فانا روحت له بالكمامة روحت سايب عنده الكمامات وقالت له بقى يخليه عندك ايه انا مش عايزة اما تبعي بيكلم انا ماكملتش عشر دقايق وسبحان الله يعني ربنا فضله كان كبير هو الجبر بفترك على تعبك وعلى ساقتك في ربنا انت ابتدت تشتغل على نفسك عملنا انتاج منها رايب يعني فتح البيوت فتح الكمية البيوت رايب لأ وانت اخترت وقت يعني هو فعلا من الناس محتاجاها فيه اه ما كانش كمان لسه حد فكر فيه يعني انا خلاص يعني مفيش باقي مفيش مفرر انت لازم تعمل حاجة لانما قبل الشهار ادخل عليك كنا واخدين كرد من بنوك عادة تسدد طبعا اجارات وعمالة وكان عملها مكانش وداننا حل تاني بس طبعا ايه المغامرة والفكرة هي اكبر رزمة عند ربنا اكيد فعملنا منها الشكل ده عملنا منها عاز اقولك اكتر من خمسين ستي موديل وانطرز لحفلات وكل ده اشتغل حلو اعملت كل المناسب لأي حفلة ومن ساعتها وإحنا بنصنع يعني من ساعة الكفزة دي وإحنا بنصنع بقى شغل ونعمل من كل موديل نعمله نعمل موديلات واشكاله ورسومات ومقاساته كلها يعني ايه موديل بنعمله بنعمل كل مقاسات فهم الدخالي يعني ممكن لحد 8 اكس وتسع اكس 10 اكس بنعمل تمام لا بنقولش لا المقاس ده ما بيعشي المقاس ده بنعمل كل المقاسات بتعمل والرزق على الله هو الموديل بنعمله بنعمله من سنة اللي أكبر مقاس موجود في السوق تمام بحيث ان هو يناسب كل كل الأعمار وكل الموجود تمام يناسب كل المقاسات تمام طب احنا عوزين برضو نتكلم عن التواصل تمام انا عشان اتواصل معك اتواصل معك ازاي انا الصفحات كتير انا عندي كذا صفحة تاعت الفاشن ايه لو تذكرهم معانا قدوهم كده اه صفحات التجارة فيه الشرعاني موجودة على جومي اولا وامازون وعلى نون وعلى فيه ويب سايت خاص بنا احنا بيجينا عليه طلبات برضو الويب سايت ده برضو أنا اللي عامله طبعا ما كانش عندي خيه خلفية عن ان انا عمل ازاي بس انا معنديش نقطة ان انا ايه اللي ما فهمش فيه ما اخشش فيه لا لا فهمش فيه افهم فيه اخش فيه مقولش لا انا مش فاهم طب هنرجع لك تاني بس ناخد دكتورة صارة سعيد فضل الو الو مساعدة خير يا دكتورة مساعدة نور زي يا حضرك يا فنم شرفتين يا دكتورة شرف لي والله انا سعيدة بوجودي معكم النهارة تليفونية احنا اسعد طبعا يا فنم احنا اسعدين بتكلمي بقى عن بشمهندس احمد بصي والله يعني من اكتر الناس الداعمة جدا اللي اتعاملت معاها يعني اولا هو ده مش مجالي انا اولا دكتورة بس هو ده يعني حاجة ليه زي هوية كده تمام اه فهو كان من اكتر الناس الداعمة ليه وقف جنبي في حاجات كتير جدا حلو جدا اه غير طبعا ان المنتجات بتاعتهم حاجة عالية جدا واما فيش اي عميلش دسة من اي من اي حاجة في المنتجات والتعامل معاهم بصفة عامة يعني الموعيد الشحن وموعيد طلب الوردرز وكل ده اه يعني حاجة بصراحة كويسة جدا وانا يعني محظوظة عشان اتعاملت مع حاجة يا أستاذ أحمد بصراحة طبعا دي شهادة كبيرة جدا يا دكتورة كده احنا نشتغل واحنا مغمدين عينينا طبعا بجد والله لا أستاذ أحمد بجد يعني انا كنت سعاد باستغرب يعني هو ازاي هو طبعا مراجل مشغول جدا اه ازاي ان هو بيضحي ويقدر ان هو يساعد الاكتر من حاجة يعني مع عملي ما طالفت منه حاجة او ازاي يساعدني في حاجة عليني ازاي عمل اعلان يعني ازاي يحافظ على صفحاتي يعني حدثتني بصراحة جدا انا بشكره على الهوى وبشجع اي حد يتعمل مع وصفح من الصراحة شكرا 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 لزوئك يا دكتورة وشرفتين شكرا 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 مع السلام مع السلام طبعا دي ساقة كبيرة جدا يا كلام ما شاء الله الافضل عملاء لأ وبص حضرتك انت بدقول بتساعد يعني انت مش مكتفي لأ انا عارف معلومة او وقدت فكرة او عارف فكرة فكتفي بها النفسي لا لا لأ بتساعد غيرك لا طب حلوة اوي الفكرة دي بتاعت ربنا دي ربنا اللي بعتها لك مش خبها لي ايه يعني لا معايش اقول لحضرتك عاك انا طالع مع حضرتك في برنامج النهار ده تمام عشان اغير تفكيري تمام يعني اغير تفكيري في الزهور في التجارة الالكتورنية عايز ادي كرس لأ طبع لازم اطلع للناس واحكي واكلم وقولهم انا عملت كذا والطريقة كذا وازاي تعمني مدجر الالكتروني ازاي تبدأ حملة علانية لازم اطلع وكل فبدا عشان الحاجة تشجعني ان اطلع فانا جد لحضرتك النهار لا وانا يعني مش باخد المعلومة واكتفي بها النفسي وقول لا انا ننجح مع نفسي لا لا منجح الناس كلها لا بص اي حد اعزي نجح هيبدأ بداية صعبة بداية صعبة مشكلة ويوم ملقيتش تشجية هتيأس اه ومنطقة الراحة في ناس بتقعب في منطقة الراحة دي ما تقدرش تقوم منها انا اكتر وقتي داييني ان انا اتحط في منطقة الراحة ان انا بقاعد عايز اغير في حاجة مش عايز اغيرها مش قادر اغيرها لا دي منطقة بتزعني جدا واني انا البدايات عندي انا بابدأ بغامر يعني انا حتى عندي صفحة اسمها المغامر بتاعت تكلم عن الجن دي برضو كانت هدف تسويقي للمسكات هتلاقي صورة المسكة عليها يعني ما بتديرينا في المسكات كنت اعمل الصفحة طبعا الناس كتير قاوت تريعت عالصفحة بعدين كده بعدين ما شاء الله صفحة كبيرة هو بص صحة برتك هتلاقي اللي شجعك وهتلاقي اللي انتقدك وهي الحياة كده اه طبعا فيه كده وفيه كده اه طبعا هتحب تقول ايه للناس اللي شجعتك بص شجعني كتير كل اللي حوالها شجعوني صح يعني والدي والدتي فيه ناس شجعتك واخواتي وجراني كل دولم ناس شجعتك فيه ناس وفي الجن اذا امراتي وحماية الله رحمه يعني انت برضو ايه صندت معايا جامل يعني انت معاك حد دعمك على طول باستمرار اكيد والدعم اللي بيجي في وقت انت ما فيش ما معاكش حاجة اصلا اه لا لا اه طبعا اكيد يعني انا اتجوزت وانا اصلا معايش حاجة كنت صناعي ما كان جاء اعزائي وعملتي حادثة وانا متجود دسا متجود وكان اوطار تسع اوطار في ايدي بقى طويل وما فيش شغل يعني وقد امراتي ما شاء الله عليها انسانة جدا وقف الجن اه لا طبعا كل التحالي زوجة الصالحة اه وبقول لك وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة اه طبعا والله انسانة يدرب لها سلام يعني الشكر ما يتقلعاش ما ينفعش اولله شكر شكرا اوليلة جدا اكيد اه والله طبعا خلاني اتكلم بقى عن جانب الناس اللي دايما بتنفسك في الشغل ملا بص انا انا ما فيش منافسة يعني ما بتحطش منطقة المنافسة ليه انا في تجديد اه كل يوم جديد كل يوم بطور انا عاز اقولك ان التسويق الالكتروني بالنسبة لناس كتير حاجة جديدة اه طبعا انا شغالين دلوقتي على الميدا بيرس لغالي براند ملابس بيحول لعلام افتراضي اكيد طبعا ماماني 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 بشوهندس احمد انت اوز لك حلقات الله يخلي ان شاء الله التسويق مع شغل كل نهات لاطفال حاجة جميلة جدا الله يخليك شرفتني شكرا ويا ربي طبعا سنة المشاهدين يكونوا استفادوا من حضرتك وانستنونا في كل جديد من برنامجكم اصرار حياة